اشتركوا في القناة احنا اليوم بنتعامل مع الدرس الاول والمخصص للحديث عن القوة والحركة في كتابنا في صفحة من 93 الى 102 اهدافنا رح تكون في هذه الحصة انا وانتو لفهم معنى القوة ودراسة تأثيرات القوة ثم التعرف على بعض انواع القوة الشهيرة اللي رح نتعود عليها في مقررنا ومن ثم استنتاج العلاقة ما بين القوة والتسارع والكتلة هذا قانون مهم جدا الربط بين الثلاث متغيرات قوة تسارع كتلة ومن بعدها بتدرب انا وانتو على حل المسائل وطريقة التفكير في حل المسائل اللي معنا فبالتالي بداية كتعريف للقوة نعرف القوة بانها مؤثر يعمل على تغيير او المحاولة في تغيير حالة الجسم الحركية او التغيير في شكل الجسم او حجم الجسم لما بقول يغير او يحاول التغيير مثلا اذا انا اثرت على جسم بحركة بس لو اثرت على جدار مني لباشر ما بيتحرك وبالتالي في قوة ولكنها لا استطاعت التغيير وفي حالات اخرى تستطيع التغيير في الحالة الحركية للجسم هذا كبداية لتعريفنا مفهوم القوة ومن اشهر العلماء اللي في اذهان الجميع مربوط اسمه في دراستنا للقوة هو العالم اسحاق نيوتن وله فضل كبير في دراسة علم الميكانيك بشكل عام ونجد في فهمي للقوة ان معنى القوة القدرة على احداث الدفع او القدرة على احداث السحب فمن تأثيرات القوة ان تسبب الدفع وتسبب السحب مثل ما قاعد تشوف في الشكل اللي امامك هذا الشكل اللي امامي شخص يحاول سحب الباب هنا دفع الباب هذا الدفع هذا السحب بحاجة قوة وبالمثل نفس العملية لاجل اني انا في ذهنك تعرف شنو تأثير القوة في محيطها كذلك القوة تعمل على تغيير شكل الجسم انا بغير في شكل الجسم بالاعتماد على القوة لاحظ هذه العلبة اللي امامي اذا تنضغط بتغير شكلها هذه الورقة اللي امامي اذا انا شقيتها بتغير شكلها هذه الجلاس اذا طاحت انكسرت تتغير شكلها فهذا يعتبر من ضمن تأثيرات القوة في محيطها وفهمنا لذلك بيكون اكثر واكبر مهم جدا عزيز الطالب وانت صار لك خبرة بمجرد انك تعملت بالوحدة الثانية مع السرعة والوحدة الثالثة مع التسارع فانت كطالب صرت خبير بالكميات المتجهة وفاهم بان الفيزياء في كميات عددية سكيلرز وفي كميات متجهة ذكترز تصنى في القوة بانها متجهة ولهذا نجد بان هذه القوة ككمية متجهة وتقاس بوحدة النيوتن يتم تمثيلها بواسطة سهم هذا السهم او بينقوسين نقول عليه احنا نسميه متجه في علم المتجهات ومقدار المتجه لمثل القوة يتناسب طوله مع مقدار القوة ويشير رأس السهم الى اتجاه تأثير القوة مثال بالشكل اللي امامك هذا انا رسمت لك متجه قوة شرقا بمقدار خمسة نيوتن سميتها افوا طيب بالمثل هذه متجهة قوة اخر مقدار القوة هذه انا بس تنتج انه اكبر لانه طول المتجه اكبر وبالتالي الافتو عشرة نيوتن وانتبه انا وضعت سالب عشرة لماذا وضعت الاشارة السالبة لانه هذه الافتو باتجاه يعاكس الافون فمادام اعتبرت الافون موجبة اذا اجبار الافتو يكون الاشارة لاتجاهها سالبة وبالتالي نجد بان الاتجاه السالب معاكس دائما للاتجاه الموجب ويسمى الجسم الخاضع للقوة عادة بالنظام فنسمي الجسم الذي يخضع للقوة نظام وكل ما يؤثر به من مؤثرات يسمى بالمحيط الخارجي وبالتالي الشكل اللي امامك اذا شفت امامي هذه الكرة الموضوعة على اليد هي اللي بتمثل النظام جسم الكرة طيب وش اللي يأثر في هذا الكرة اللي امامي ترى هذه اليد هي تعبر عن المحيط الخارجي امامنا كل متجهات القوة التي تؤثر في النظام وقلت النظام هو الجسم اللي خاضع للقوة لذلك طالع في هذا الشكل اللي امامك سيارة هنا عندي اشخاص يدفع السيارة للامام وتواجه السيارة قوة احتكاك للخلف هناك وزن السيارة للأسفل الشارع يتحمل السيارة بقوة للأعلى لاحظ الشكل اللي عندي أنا ما يهمني لون السيارة وطولها ومرسيدس ولا شكل ماركاتي يعني أنا يهمني القوة المؤثرة فيها وين صار فاتجاهات القوة المؤثرة في السيستم او في النظام اللي معاي هو ما يسمى مخطط الجسم الحر وهذا عزيز الطالب راح يساعدنا في فهم اسلوب حل المسائل الخاصة في قوانين القوة فاتذكر ارجوك مخطط الجسم الحر وتعلم وتعود شلون نتكون مخطط الجسم الحر للمسألة اللي معاك في حديثنا عن موضوع القوة وفهم قصة اليوم وقصة لذيذة على فكرة القوة لما انتو بتفكروا فيها وبيتتابعوا اللي بينعرض راح تحس بانك بتتعامل بأشياء مغربة عليك لانه هي في حياتنا هذه علم الطبيعة فانا راح اورد بعض انواع القوة اللي بنتعامل معها هنا في ماداتنا ولكن هناك انواع قوة اخرى بتتعرف عليها مستقبلا يعني هذه ليست كل القوة انا قاعد اعرض انواع القوة اللي بنتعامل في ماداتنا فيها اول قوة ارجوك تنتبه عليها وتركز عليها قوة مهمة عندي هي قوة الجاذبية الارضية والتي سنعطي لها دائما ونتعود ان نسميها FG FG رمز لقوة الجاذبية في بعض الكتب يعطونها W ليش W يعطونها رمز لانه هذه القوة مالا الجاذبية تسمى الوزن والوزن لانه بمعنى wait فيرخضون رمز W كتابنا معتمد رمز ال FG هذه القوة كتعريف هي قوة جذب الارض للجسم واللي متعودين احنا نسميها بقوة الوزن وارجوك تذكر هذه الصيغة لحساب الوزن لأي جسم في الدنيا قانون حساب الوزن FG تساوي دائما الام في جي هذه الام تدل على ماذا كتلة هذه الجي درستوها في الوحدة الثالثة تسارع الجاذبية 9.8 ولذلك ارجوك عزيز الطالب لانك شخص متعلم وقاعد تدرس مواد علمية هناك فرق ما بين انه واحد يقول لك وزني 60 كيلو جرام يقول له خطأ ارجوك الوزن بالنيوتن لانه قوة فما يصير تقول وزني 60 كيلو جرام عالش بقول يا استاذ بتقول كتلتي 60 كيلو جرام طيب وزني وزنك اضرب 60 في 9.8 فيطلع مقدار الوزن من الناحية الفيزيائية ورح نتعرض واوضح لك هذه بتفصيل اكثر ان شاء الله في هذا الدرس القوة الثانية اللي بنتعرف عليها احبة الطلبة هي القوة العمودية واللي بنعطي لها رمز الاف ان ان هذه من كلمة نورمال فورس نورمال تعني عمودي هذه القوة العمودية هي قوة تلامس تلامس ما بين جسم وسطح يؤثر بها سطح على جسم بيستند عليه لتعادل وزن الجسم انا وقفت على الارض نزين ليش ما طحت لا اسفل الارض تحملتني تحمل الارض لي هو بقوة عمودية تقابل وزني النوع الثالث من القوة هو ما يسمى بقوة الاحتكاك واللي بنعطي لها رمز الاف الاف هذه هي من فريكشن فورس فريكشن تعني احتكاك فهي قوة بتنشأ بين سطحين متلامسين لتقاوم الحركة النسبية بينهما وتشعر بها انت عزيز الطالب اذا بتسحب صندوق على ارض رخامية ترى بيكون اسهل عليك مما تسحب الصندوق على ارض سجاد لانه في حالة وجود الصندوق على السجاد يكون احتكاك اكثر فتقاوم الحركة مقاومة اكثر اما على الارض الصلبة مثل الرخام يكون احتكاك اقل وهذا تلمس انت في حياتك ايضا من قوة اللي بنتعمل معاها قوة الشد ورح يمر عليك مصطلحات اوجد قوة الشد واحسب قوة الشد بنعطي لها رمز اف تي والتي ايه من تنشن فورس تنشن تعني شد وهذه القوة نجدها في الخيوط الحبال السلاسل اي شيء يشد جسم يعتبر في قوة شد القوة الخامسة عندنا هي قوة المرونة وانا لي ملاحظة انت في كتابك رح تطالعها مكتوبة قوة النابض ولكن الكتاب يعني فعليا قوة المرونة اللي في النابض قوة المرونة وهذه القوة لمرونة النابض احنا عادة بنعطي لها رمز الاف اس بي اس بي يا يامن سبرينك وهي قوة ارجاع يؤثر بها النابض فقط اذا تغير طول النابض يعني اذا عندك زمبرك سحبت الزمبرك تغير الطول اذا تتولد قوة ارجاع اذا تركت النابض بيرجع مكانة بقوة الارجاع اخر قوة معروضة في كتابنا هي قوة الدفع واللي بنسميها احنا ثراست فورس قوة الدفع هذه نجدها في المحركات والالات الصواريخ الطائرات كقوة مسببة للحركة هذه الصورة اللي انا اخترتها صراحة بتعرض لك بعض انواع القوة اللي احنا بنتعامل معاها هذه مثلا التزلج على الجليد في احتكاك عندي فهذه قوة احتكاك هنا الشخص اللي ساقط من طائرة او من القفز المظليين في قوة جرافيتد فورس الوزن اللي طيح الريال على تحاث وزنه هذه عندنا قوة دفع على العربة هنا بنفس الطريقة هنا في قوة مقاومة من الهواء وقوة سحب هذه التنشن لاحظ قوة الشد في الحبل هذا حبل في شد على يمين شد على يسار فقوة الشد اللي تعرض امامي وهناك ايضا قوة النابض طالع هذه اللعبة اللي امامك شنو القوة اللي بتدفع اللعبة تطلع من الصندوق القوة اللي تخزنت في نابض كان مضغوط فقد يضغط النابض لتوليد قوة وقد يسحب النابض ايضا لتوليد قوة هذا الشكل اساس اعطيك صورة عن مفهوم القوة اللي قاعدين يتعامل معها عزيزي الطالب ولعلمك انت هناك قوة اخرى غير هذه القوة اللي بالكتاب مثل القوة المغناطيسية والقوة الكهربائية والقوة النووية بتتعرض لها بمقرارات لاحقا ان شاء الله حتى نفس القوة النووية فيها قوة قوية وقوة ضعيفة يعنيني في درسنا اليوم اثبت مفهوم الوزن والوزن انا عرفته قبل شوي وقلت هو قوة جذب الارض للجسم ويحسب وزن اي جسم في الدنيا بواسطة ضرب الكتلة في التسارع ما الجاذبية يعني M في G عندما نضرب الكتلة في تسارع الجاذبية بنحصل على الوزن لاحظ كتلة الجسم وحدتها كيلو جرام وهذه ثابتة للجسم الواحد بينما الوزن ارجوك انتبه على هذه المعلومة المهمة الوزن ليس ثابتا للجسم الواحد اما الكتلة قلت ثابتة للجسم الواحد لماذا لان الكتلة هي كمية المادة المكونة للجسم انت عندنا مثلا كيلو تفاح كيلو تفاح مكونة من خمس حبات تفاح سواء كنت على الارض او رحنا للقمر في القمر خمس حبات التفاح تموا مثل ما هم معاي لذلك الكتلة بقت خمسة من الحبات اللي كتلتها واحد كيلو جرام فبالارض واحد كيلو جرام وبالقمر واحد كيلو جرام لكن انت على الارض قوة جاذبية الارض تسارعها 9.8 ولكن في القمر تسارع جاذبية القمر 1.62 يعني جاذبية اضعف ولذلك وزن كيلو تفاح هذا على الارض بيكون تقريبا 10 نيوتن بس اذا رحت للقمر بيصير 1.6 نيوتن فالوزن تغير من مكان لمكان ويعتمد على مقدار تسارع الجاذبية فارجوك عزيزي الطالب انك تنتبه لذي المعلومة ان الوزن يتغير بحسب المكان ولكن الكتلة ثابتة مهما كان الموقع وعلشان انت طالب نجيب ومتابع ومتميز خليت لك سؤال ابيك تشيك نفسك فهمت اللي توني شرحت لك او لا باعتبار كتلتك 56 كيلو جرام اجب عما يلي السؤالي الاول ما هي كتلتك لو كنت على سطح القمر فكرت ابدعت ابدعت تفكيرك صحيح فعلا لما تكون على سطح القمر ستجد كتلتك 56 كيلو جرام هذا تفكير صحيح ويعني لي انك فهمت بانه هذه المس الكتلة على الارض نفس الكتلة على القمر نفس الكتلة في المريخ نفسها في المشتري لاحظ الاجابة نفس ما انت اجبت سؤالي الثاني سؤالي الثاني اب توجد وزنك وانت على الارض وباعتبار جاذبية الارض عشرة انا بخلي جاذبية الارض عشرة متر بير سكند سكوير اذا اعتبرت هذه القيمة للجاذبية جي انت تلتزم دائما بتعليمات السؤال عزيز الطالب يعطيك السؤال معلومة ان الجاذبية تسعة وثمانية او الجاذبية عشرة فانا اعطيتك لو اعتبرت الجاذبية عشرة كم بيطلع وزنك على الارض اوكي حسبت فكرت ابدعت ابدعت في عملك واستجابتك ووجدت بانه تسارع الجاذبية عشرة مضروبا مضروبا في الكتلة ستة وخمسين بيعطيني خمسة وستين نيوتن اذا انت وزنك على الارض خمسة وستين نيوتن الان في المطلوب الثالث عزيز الطالب وضعت لك سؤال بطلب حساب وزنك على القمر وعطيتك معلومة ان تسارع القمر وان بونت سكس تو متر بير سيكن سكوير فانت بتكتب في هذه الحالة قانونك ان اف جي تساوي ام في جي وتعوض ان اف جي بتطلع لنا ستة وخمسين في وان بونت سكس تو وتجد وزنك على القمر وهو تسعين بونت سبعة وقارن مع الوزن على الارض دائما الوزن على القمر هو سدس قيمة الوزن على الارض يعني اذا شخص وزنه في الارض ستمائة نيوتن اذا راح القمر وزنه بكون مئة سدس الكمية بالضبط هذه بالنسبة للوزن والكتلة واللي اتمنى تذكرها دائما في بعثنا الان بقصة القوة اللي قاعدين نبحثها اليوم بناقش معاكم علاقة القوة والتسارع والكتلة وانتبه معي ان هذه المتغيرات الثلاث هي الاساس في قوانين القوة اللي راح نتعامل معاها قوة تسارع كتلة من حيث الرموز ابيك تتعود بانه احنا بنتعامل مع القوة برمز اف والتسارع اي والكتلة ام هذه الرموز الاساسي اللي بنتعود نتعامل معاها لو رأيت كتلة معاي قيمتها ام تخضع لتأثير قوة مقررها اف سينتج تسارع اي هذا التسارع ناتج عن تأثير القوة الان بتفكيرك انت لو زيدنا القوة مرتين القوة المؤثرة على هذا الجسم لو زيدناها مرتين ما الذي ينتج سينتج عندك زيادة في التسارع ورح يزداد مرتين التسارع لان القاعدة ان التسارع يتناسب طرديا مع مقدار القوة المؤثرة وبالتالي اذا قوة زادت مرتين التسارع بزيد مرتين طب قوة زادت ثلاث مرات بزيد التسارع ثلاث مرات لو اخذت في المقارنة هذه العلاقة البيانية اللي امامك ستجد هنا ان التسارع والقوة بينهما علاقة واضح من الرسم البياني انه هذه العلاقة الطردية تزداد قيمة التسارع مع زيادة قيمة القوة الان اذا بشوف تأثير الكتلة على التسارع ماذا يؤدي زيادة الكتلة لمقدار التسارع اذا زادت كتلة الجسم واصبحت الكتلة اكبر مرتين القوة خليتها اف على حالها ثابتة نفس الحالة الاولية القوة ستجد في هذه الحالة ان التسارع ستنخفض قيمته الى النصف ليش النصف لانه الكتلة زادت مرتين وبالتالي علاقة التسارع انه يتناسب طردية عكسيا مع الكتلة يعني اذا زادت الكتلة التسارع يقل والعكس فلانه التسارع عكسيا مع الكتلة بسبب زيادة الكتلة انخفضت قيمة التسارع اللي معاي وفي هذا الرسم البياني اللي امامك ستجد بانه هذه المنحنة البياني ميل اكبر من الميل الثاني واكبر من الميل الثالث التغيرات اللي كانت عندي هنا للكتلة هذه 2 ام هنا 3 ام فتلاحظ هنا لما كانت كتلة واحدة كانت التسارع بقيمة اصبح التسارع بقيمة اقل عند 2 ام اصبح التسارع بقيمة اقل عند 3 ام هذا اذا كنت بنفس قيمة القوة ومثبت القوة على قيمة محددة اذا القوة نفسها بس هنا كان تسارع غير هنا تسارع مختلف هنا تسارع مختلف اللي كان يغير قيمة التسارع هو اختلاف الكتل اللي في علاقتنا وتلاحظ من هذه التجربة الخلاصة اللي توني قعدة كلمك فيها زيادة التسارع مع زيادة القوة لان هذا يمثل علاقة طردية بزيد التسارع تزداد القوة معه ونقص التسارع عند زيادة الكتلة فاذا الكتلة ام زادت التسارع الناتج يقل التسارع اللي معاي وهنا نجد بان منحنا القوة والتسارع يعني يعطيني ميل وهذا الميل يساوي لنا مقلوب الكتلة بمعنى انا باتكلم بانه الميل يساوي لنا مقلوب الكتلة ام يعني اذا كان الميل اربعة اذا الكتلة مقلوب الاربعة وهكذا بتنتبه لهذه العلاقات ما بينهم بداية الدراسة في قوانين القوة والحركة بنبتدي احنا بقانون النيوتون الثاني وهو من اهم القوانين في علم الحركة هذا القانون لنيوتن هو القانون الذي يثبت العلاقة ما بين التسارع والكتلة والقوة كنص كنص اذا بغيت تكتب تعريف هو ينص على ان تسارع الجسم المتحرك يتناسب طرديا مع القوة المؤثرة و عكسيا مع مقدار كتلة الجسم لما نذكر طرديا انت كطالب علمي متعود انه التناسب الطردي زيادة الاول بتزيد المتغير الثاني والتناسب العكسي زيادة الاول تؤدي لنقص المتغير الثاني ونرى هذا جليا من خلال العلاقة الرياضية هذه العلاقة لقانون النيوتون الثاني والتي تنص انه الاف كقوة تساوي الكتلة ام هذه الكتلة مضروبة في التسارع والوحدات ارجوك 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 انتبه اننا نتعامل بالوحدات الدولية يعني اذا يابلك سؤاله كتلة الجسم خمسمائة جرام جرام ما تمشي معه التسارع والقوة نيوتن لنيوتن ما يتماشى مع الجرام يجب تحويل الكتلة الى كيلو جرام فبالتالي الماس وحداتها كيلو جرام المعتمدة والقوة وحداتها نيوتن والتسارع متر لكل سكن تربيع وهذه العلاقة اذا حبيت تحولها الى الصورة ثلاثية ستجد انها تسهل عليك حل المسائل المختلفة تابة كتلة هي F على A مطلوب تسارع F على M مطلوب قوة M في A وبالتالي هذا المثال اللي عرضته قبل شوي تلاحظ فيه اذا كان جسم صغير يكفي قوة صغيرة ويتحرك شوف الريال شو مستانس قاعد يحرك أربعين كيلو بس هون المعاناة ها الريال قاعد يحرك أربعمية كيلو جرام فبيحتاج قوة اكبر واضح هوي لذلك مهمة تفهم لتناسب القوة مع الكتلة عزيز الطالب الان اخترت لك تدريب لأجل انطبق عليه ما تعلمنا في قصة نيوتن وأنا اتعمد تأخذ التدريب من كتابكم في صفحة مئة واثنين بالكتاب عطاني معلومة أن طالب يتزلج على الجليد تمام يساعده أبوه بأن يصحبه ليكتسب تسارع ممتاز إذن قيمة التسارع الان موجودة معاي هذا هو التسارع ايه وعطاني معلومة السؤال ترى هذا الطالب اللي أبوه قاعد يساعده كتلة الطالب سبعة وعشرين بوينت اثنين وترى هاي الكتلة مالطالب بشكل روضة ترى مبثلوي نفسكم يعني سبعة وعشرين بوينت تو كيلو جرام مطلوب قوة الاب في هذه الحالة قوة الاب المطلوبة اف شازوي الآن في طريقة الحال أول إجراء أبيك تعود نفسك عليه أرجوك عزيز الطالب أكتب قانون نيوتن أمامك اف وأم و ايه هذا المثلث الشهير الآن هذا القانون الجزء المطلوب مني اف القوة هذا المجهولة طيب كقانون من الشكل اللي أمامك أف رح تساوي أم في ايه خذت قرارك أنت في حل السؤال بعد ما فهمنا المعطيات وكتبت القانون بالصيغة المطلوبة اللي تساعدك في حل السؤال أف تساوي أم في ايه صح وسليم الآن بعد اختيار القانون نأتي للتعويض بعوض الكتلة 27.2 والتسارع 0.8 هنا نخلص دور الفيزية ترى اللي باقي الرياضيات وأنتوا خبراء في الرياضيات إن شاء الله ما بنخاف عليكم فلما تضربوا هذه الأرقام بتحصل أن قوة الأب 21.76 نيوتن هذه قيمة القوة المطلوبة علي في سؤالي وتدريبنا الأول في التدريب الثاني لاحظ عزيزي الطالب وش اخترت لك أنا من الكتاب تحدي علشان تشوف أنه هذا التحدي بالنسبة لك شي سهل وبسيط لأنه الطالب يكبر يشوف والتحدي انت راح تشوف تحدي أسهل من الأسئلة العادية أرجوك انتبه فكر معاي هذا التحدي في كتابكم صفحة 108 كتب لي في سؤالي التحدي أن عربة كتلتها 0.5 كيلو جرام إذن وش استنتجت أول معلومة عزيزي الطالب استنتجت الكتلة عطاني سؤالي كتلة الجسم أم هذا الشكل اللي أمامك هاي العربة هذا اللي كتلتها أم طيب هذه العربة تنطلق بسرعة ابتدائية تذكروا في الحصة اللي كانت قبل أنا وانتو يوم درسنا معادلات الحركة السرعة الابتدائية وش كنا بنعطي لها رامز كنا بنعطي السرعة الابتدائية رمز ال vi عطاني السرعة الابتدائية للانطلاق vi initial velocity ويؤثر هذه أوكي يؤثر في العربة عند عبورها البوابة الضوئية قوة إذن الآن أعطاني قوة تؤثر في العربة علشان تحركها طيب كم هاي القوة المؤثرة عندي zero point four newton وهذه قوة بنفس اتجاه الحركة للعربة المتحركة معي أول مطلوب بسؤالنا ما للتحدي كم تسارع العربة يعني عزيز الطالب أنا متأكد الآن عدد كبير منكم صاروا جايبين المطلوب الأول يعني أنا متأكد لأنه بوضع قانون نيوتن الثاني إذن عزيز الطالب في هذا التحدي في هذا التحدي لما سألني عن التسارع بطالع في قانون نيوتن الثاني قال لي أبيك تعود نفسك دائما أكتب القانون أمامك علشان تحدد وش المعطيني وش المطلوب علي المطلوب ايه فأنا باخد قراري ترى الايه تساوي اف على ام هذا القانون المطلوب لحل السؤال في الفرع الأول الآن هذي القانون اللي أنا اشتغلت عليه بعد ما سجلت قانون نيوتن اللي معاي وحساب التسارع لاحظ عوضت القوة بقيمتها والأم بقيمتها هذي الايه هي المجهولة عندي انتهى دور الفيزياء ترى الباقي رياضيات معادلة ومجهول عشان تطلع لي ايش يسوي بنقسم على ما يرافق الايه فبنقسم على بونت فايف كان قسمت بونت فور على بونت فايف وبالحسابات طلع لنا التسارع زيرو بونت ايت متر على ساكن تربيع هذا اللي هو المطلوب الاول في التحدي شفت شلون انه الموضوع بسيط اذا كنت فاهم المطلوب الثاني لاحظ هنا في السؤال اللي سووا تحدي قال لي انه اذا العربة استغرقت وقت ما بين الجيت البوابة الاولى الين البوابة الثانية اخذت وقت مقدار 1.3 ساكند علشان تعبر بين البوابتين فما هي المسافة بين البوابات اللي امامك المسافة distance d اذا هنا لانه طلب مني distance d انا مضطر ارجع لمعادلات الحركة اللي تعلمنا عليهم في درسنا السابق واللي قبل معادلاتك الثلاث لاحظ وش المتوفر معلومات معاي انا قادري عن ال vi موجود عندي vi الان في خطوتنا الاولى صرت اعار في التسارع ايه التسارع الاي موجود عندي واضافة لذي المعلومات vi وايه عندنا الان معلومة اخرى عن وجود الزمن t هذا الزمن معروف ارجع معادلاتك الثلاث مثل ما كنت دربتك في الدروس السابق اختار من المعادلة اللي تنجح ومن اللي تفشل بحل السؤال طبعا الاولى معادلة فاشلة والكل عارفين ليش اعزائي الطلباء لان ادور مسافة هل الاولى فيها مسافة d ما فيها اي مسافة ولذلك تعتبر فاشلة المعادلة الثالثة فاشلة مع انه فيها d بس بتحتاج سرعة نهائية في فانل وانا مادرة جام سرعة السيارة عقوب ما طلعت من البوابة الثانية فالفيفان المفقودة فالمعادلة الثالثة فاشلة هذا اللي تنجح في حل السؤال وبختار معادلتي دي تساوي دي اي في اي تي نص اي تي تربيع بما انه ما حدد لنقطة البدء في الحركة فبنعتبر انه نقطة الاصل هي بداية حديثنا عن حركة الجسم ونقطة الاصل بنعتبر اذا الدي اي صف ونلغيها من معادلاتنا هنا في اي ما بتلغى انتبه الدرس الماضي كنا نلغي في اي لان نقول بدا من السكون هنا لا العربة بدت بسرعة ابتدائية بونت وفايف ولذلك لما بتعوض الان عزيز الطالب هنا الفي اي عوضت قيماتها ومضروبه في تايم ثم عوضنا نص هذه مالة القانون النص وهذه النص اللي معانا مضروبة في بونت ايت زين وش هذا البونت ايت هي قيمة التسارع هذا اللي معاي تعبت ويبتم شوي هذا الاي ثم التايم تربيع القانون تايم تربيع ونحصل بالنهاية ان المسافة بين البوابتين واحد متر لاحظ بمعادلات انا اوجدت اجابة هذا التحدي وبكل بساطة وانت عزيز الطالب قادر على فعل ذلك ان شاء الله وارجوك تدرب ودرب نفسك الفيزيكس تحتاج تدريب حل مرة واثنين وثلاث واغطة ما عندنا مشكلة بتجد بانك صرت قوي في فهم المادة اتمنى في نهاية هذه الحصة اكون ساعدت باي نسبة لو خمسين بليمية ستين بليمية بتوصيل المعلومات المطلوبة عليكم ولي الشرف بكم ونلتقي بكم ان شاء الله في حصتنا القادمة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة